وللمزيد حول جولة رئيس مجلس الوزراء في الأقصر يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين نرحب بكم من محافظة الأقصر حيث نتابع جولة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصافة مدولي لعدد من المشروعات التلموية والكتمية بالمحافظة وهذه الجولة تركزت على عدد من المشروعات الخاصة بالتعليم والصحة والسياحة بدأت جولة رئيس مجلس الوزراء بزيارة جامعة طيبة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة وهنا تحدث على أهمية الجامعات التكنولوجية في خدمة الطلاب وتقديم بعض البرامج التكنولوجية المختلفة التي تؤهل الطلاب لسوق العمل هذه الجامعة التي تقام على مساحة 130 ألف متر مربع وتقدم بعض الكليات المتخصصة في التكنولوجيا الخاصة بالصناعات الجدائية والفندقية وغيرها ثم أيضا تفقد الدكتور مصطفى مدولي السيرة العملية التعليمية في عدد من المدارس التعليمية بمحافظة الأقصر ثم كانت له أيضا جولة صحية في المجمع الطبي في محافظة الأقصر الذي تم إنشاؤه على مساحة 55 ألف متر مربع ليقدم كل الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين في محافظة الأقصر ثم أيضا تفقد تطوير الكورنيش الخاص بالبر الغربي وهذا الكورنيش الذي يربط البر الغربي بالمرسى الرئيسي في الأقصر ومعبد الأقصر لربط هذين المسارين ببعضهم البعض لتفقد بعض المسارات الأثارية المختلفة في البر الغربي مثل معبد حدش بسود وأيضا تفقد هنا معبد إسنا وعمليات التطوير التي تتم في المنطقة وأيضا أكد رئيس مجلس الوزراء على أن عملية التطوير الشاملة تكون في مدينة إسنا بشكل كامل نظرا لأهمية المدينة التاريخية والأثارية وضرورة وضعها على خريطة السياحة العالمية إذن جولة تفقدية سياحية طبية وأيضا تعليمية لتأكيد على اهتمام الدولة بمتابعة كل المشروعات التنموية والخدمية التي تتم في كل محافظات مصر وخاصة أيضا هنا في محافظات الصعيد ومنها محافظات الأقصر هذه هي أبرز ما جاء من جولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم في محافظات الأقصر والآن أعود إليكم مرة أخرى